محكمة جنيات القاهرة قررت حبس النشط السياسي أحمد دومة متهم في أحداث مجلس الوزراء ثلاث سنوات ويتغريمه عشر تلاف جنيه بتهمة إهانة وسب وقدف هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إلى 4 فبراير المقبل كان أحمد دومة قال هيئة المحكمة خلال ترفوع عن نفسه في بداية الجلسة أنني لا أثق في عدالة المحاكمة وأطلب من هيئة المحكمة إصدار حكمها على الفور لأنه لا يوجد سبب مقنع لاستمرار الجلسة